بحضور مدير مكتب الإدارة الانتخابية سبها فرجد حيريج وعلى مدى يومين أقيمت في مدرسة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس دورة تدريبية لموظفي مراكز الاقتراع في البلدية حيث ألقيت خلال الدورة محاضرات نظرية وأجريت تطبيقات عملية على عملية توزيع بطاقات الناخبين هذه الدورة الفاترة الزمني لها يومين اثنين بخصوص توزيع أو الاعداد أو الاستعداد لتوزيع البطاقات الانتخابية لكل ناخب بطاقة إلكترونية حيث يتم التدريب عليها ومعرفة الطريقة التي تم بها التنزيق لمدراء المراكز وكذلك اثنين من في كل مركز اثنين من المساء واثنين من الرجال يتم تدريبهم لتوزيع البطاقات على أصحابها وفي نهاية الدورة تم تطبيق محاكات عملية لعملية توزيع البطاقة والتعبئة اليومية والنهائية هذه الجولة الثانية لتدريب موظفي مراكز توزيع بطاقات الناخبين وشملة المراكز مركز تمنهنت التنوية ومركز ابن سينا سمنو ومركز البوانيز الزيغن وقمنا في هذه الدورة إعطاء البيانات اللازمة والمعلومات اللازمة التي تم في هذه العملية من بتاقات الناخبين التي تعطي للناخب واللي بدونها مش هتتم مش هيصوت الناخب ومش هيدخل فيه يوم الاختراع وشين المواد اللي حتتم في هذه العملية وكيفية التعامل معها ودور كل موظف من موظفي مراكز التوزيع وتأتي هذه الدورة في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات لأي استحقاق انتخابي قادم اشتركوا في القناة